السلام عليكم اخوتي اخوتي اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير تعطينا عليكم شوية بهذا الفيديو هدايا كنا خاصنا انتقلوا من واحد بلاسة بلاسة اخرى انتم ما عارفينك شك يخد الوقت ولكن احنا جينا عاو تاني فيديو جديد الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على اكبر خائن في تاريخ المغرب وتاريخ البشرية غادي نهضروا على فرعون المغرب اللي على شوية كان غادي يقول انا ربكم الاعلى غادي نهضروا على السلطان الاسود وحش الاطلس تهامي المزواري القلاوي الشخص اللي طبع اسميته بالخطة العريض في الجانب المظلم من تاريخ المغرب الشخص اللي كان كيت تعرف كاقوة واغنى شخص في المغرب وربما في العالم السلطة والنفوذ اللي كانوا عنده اضعاف مضاعفة على ذكش اللي كان عند محمد الخامس غادي نهضروا على السيد اللي كان حاكم جهة الجانوب من مراكش حتى الورزازات ومحتكر ومتحكم في اقتصاد المغرب لدرجة ان الحسن الثاني من ان كان مازال ولي العهد كان خدام عنده شركة من شركاته تهامي اللي فرانسا كانت كتخاف منه كتبدي المقيم العام اللي كان في المغرب غير على وده كان حاكم اقتصاد المغرب ومتحكم في فرانسا لدرجة انه هو السبب الرئيسي في نفي محمد الخامس نفوذو علاقتو مقتصروش غير على الشخصيات المغربية او الفرنسية بلوصل حتى الانجلاطيرا والمانيا واسبانيا لدرجة ان الممثل شارلي شابلان ورئيس وزراء بريطانيا ووينستون شيرتيل وغيرهم بالزعف ديال الشخصيات كانوا ديما مع التهامي القلوي في القصار دياله يمكنك تقول مع بالك دابا غير كان بالغ ولا بغيت غير نلفت لانتباه ديالك ولكن لا تبعتي معي الفيديو حتى الاخير غادي تعرفش كون هو هذا التهامي وكيفاش وصل لها ديك القوة اللي كانت عنده وكيفاش حتى جمع ديك الحلوس كلهم وخبضة من الزيرو وعلاش فرنسا كانت كتخاف منو وشنو السبب ديال العداء ولكره دياله المحمد الخامس وكيفاش كانت النهاية دياله قبل ما نبدو الاخوت اللي بغا يدعمنا باش هذا الفيديو طلع عند ناس اخرين جدد يتفرجوا في حتى هما انتم معارفين ان اليوتيوب كيطلع الفيديوهات اللي كيتفرجوا فيها الناس حتى الاخير والحاصلة على اعجابات وكومنتيرات بزاف فالبغيتوا تدعمونا دعمونا بهذا الطريقة خليونا تعليق اعجاب تفرجوا الفيديو حتى الاخر وما فيها بس لشتركوا معنا في القناة شكرا لكم بزاف ويا الله بنا نبدو على بركة الله في جنوب تلوات كانت واحد القبيلة اسمتها قبيلة قلاوة كين حاضر منها التهامي وكيترأصها الاخ دياله القايد المدني قبيلة صغيرة منبودة بالمقارنة مع القبائل الاخرى معندها لا قوة عسكرية كبيرة ولا اراضي فلاحية كتيرة كان المصدر ديال الرزق ديالهم الوحيد هو واحد المنجم ديال الملح كيخرجوا منه الملح وكيبيعوه وصافي هادي كانت هي الحياة ديال قبيلة قلاوة ما عمرنا كنا غادي نسمعو بيهم ولا غادي تذكر الاسم ديالهم في تاريخ المغرب لولا واحد الصدفة عجيبة وقعت سنة 1894 ان كان في العمر ديال التهامي 4 سنين مجموعة من جنود السلطان شدتهم واحدة العاصفة تلجية على مقروبة من تلوات وصال الخبر للمدني القلاوي اللي كان مساعد ديدير اي حاجة باش يتقرب من المخزن وكشاف ان هادو الجنود كيمطلوا الفرصة الوحيدة اللي تقدر تخليه يقرب للمخزن مش المداني باش يعونهم ولكن منوصل للبلاصة فين حصلين هادوك الجنود كانت المفاجأة قوية مفاجأة غادي تبدل المصير ديال عائلة قلاوة الاقل اللي حاصل تمك ماشي الجنود بوحدهم كيف مكان كيتوقع انما الجنود ومعهم سلطان المغرب الحسن الاول اللي كان راجع من هك من طريق طويلة والحرب في الجنوب مع القبائل المتمردة اللي خرجت على الطاعة ديالوك فكانت غادي تكون هادو العاصفة هي النهاية ديالهم المدني كانت كي يستغل هادو الموقف احسن استغلال اعرض على السلطان والحاشية والجنود ديالو باش يكونوا ضياف عندو يرتاحهم عراسهم حتى تدوس هادو العاصفة ويدوف بالتلج ومنتم يكملوا طريق ديالهم وافق السلطان وخرج المدني الفلوس اللي كان جامعهم كلهم باش يوفر جميع وسائل الراحة للسلطان ويخليه يحيص براسه فبلاسته في القصر ديالو ما نقصوه له لا من فراش ولا من مكلة ولا من الناس اللي كيخدموه ولا من اي حاجة ممكن تخلي السلطان مرتاح هو والجنود ديالو في ديك المدة ديال الخمسة وعشرين يوم اللي دوزوها في ضيافة اهل القلاوي من بعد هذل الخمسة وعشرين يوم غادي بدا المدني كيجني التمار ديال الضيافة والكرم ديالو خرج السلطان بظاهرة كيعين فيه المدني كخليفة ليه على منطقة الجنوب من تلوات حتى لمحمد الغزلان واعطاه هادية اللي هي عبارة على جوج مدافع من نوع كروب الألماني المدافع اللي استعملها المدني والأخ ديالو التامي في إخداع القبائل المعارضة إما عن طريق الحرب المباشرة أو الإشاعة بين القبائل أن عائلة قلاوي ما عندهاش غير جوج مدافع عندهم بزاف ديال المدافع وأسلحة واحدة أخرى متطورة أكثر من هذي المدافع يقدروا في أي لحظة يستعملوها إلى استدعى الأمر هذي الإشاعة قد لعبت دورة ديالها حتى لسنة 1901 من بعد ما مات السلطان الحسن الأول ومات حتى الحاجب البحمد طارت القبائل اللي تابعها لحكم عائلة قلاوي طورة اللي استغلها التامي باش يبين على المعدن الحقيقي ديالو من بعد ما عطاه أخوه المدني جايش صغير مكون من شي ألفين وواحد وكلفه باش يدير العقل هذي التائرين التامي بين كل شي باللي رحمة في قلبه لرحمة لرأف الأشافقة بالرغم من السن ديالو الصغير في كل مرة كان الشي قبيلة كتخسر الحرب كان التامي كيقطع الرأس ديال القايد ديال القبيلة وكيعلقوه باش يكون عبرا من اللي إسخان عليه رأسه بقى غادي التامي كيقطع في الريوز ديال بنادم حتى ولت منطقة حكم عائلات القلاوي كي تضرب بها المثل في الطاعة فهاد الوقت وبالضغط سنة ألف وتسعمية وجوش كان السلطان ديال المغرب هو السلطان عبدالعزيز اللي قرر يقوم بحرب ضد تائر بوحمارة فأول ناس فكار فيهم وكان معاول عليهم فهذا الحرب هما المدني والتهامي القلاوي اللي كانوا مطوعين منطقة الجنوب ولكن باش مشاول الحرب تفاجأ جيش السلطان تفاجأ بحرب مع مروشة في حالها حرب العصابات اللي كانت تعتمد على ضرب وهرب فخسر الجيش ديال السلطان قدام الجيش ديال الروكي بوحمارة الشي اللي خلال السلطان يغضب على عائلة القلاوي اللي كان معاول عليهم يغضب عليهم وهمشهم ما بقاش كي تسوق لهم بالمرة فقاش نو داروا عدل أخوين القلاوي واش بقوا وقالسين كي ينتظروا تمشي السلطان مبين يديهم طبعا لا بيه في قلبوا على السلطان عبدالعزيز ودعموا الأخ ديالو عبدالحفيظ اللي كان باغي واللي هو السلطان وبالفعل في سنة 1907 يهجم جيش بقيادة المدني القلاوي مكون من 30 حتى الـ 40 ألف جندي تابعين السلطان عبدالحفيظ على مدينة فاس الشي اللي خلال السلطان عبدالعزيز يهرب راس والطانجة اللي كانت منطقة دولية بذل انتصار عائلة القلاوي رجعت ليها السلطة والمكان اللي كانت عندها تم التعيين ديال المدني كوزير للحرب وما بعد منها كصدر أعظم وهي الله ولا المدني صدر أعظم قام بتعيين الأخ ديالو التهمي كباشا على مراكش ولكن ما طالش الوقت بزيف غير أربع سنين من بعد وهي تكتر شكاوي بعائلة القلاوي من عند القياد والبشوات والأعيان ديال المخزن وحتى الفلوس ديال الضرائب اللي كان يجمعهم التهمي في المنطقة ديال الحكم ديالو ديما كان يوصلهم ناقصين كان يسراق منهم فقرر السلطان يهبط عليهم بالعزل من المهام ديالو سنة 1911 هاد العزل اللي جامت زمن مع البداية ديال استعمار فرنسا للمغرب الاستعمار اللي شفه تهمي فرصة ذهبية ما كتتعودش باش يسترجعوا السلطة ديالو مرة واحدة آخرى حطوا يدهم في اليد ديال استعمار المدني تخلف المجال الحرب ولا كيساعد الفرنسيين في الحرب ضد القبائل المقاومة والتهم يتخلف مجال السياسة وتولى منصب نائب باشا مراكش بقت الأمور على ما هي عليه حتى لسنة 1912 من انتعرضت مراكش للهجوم على يد أحمد الهيبة اللي اعلن راسه كأمير للجهاد والستطع يهزم الجيش الفرنسي شحن من مرة ويحكم مراكش لمدة 3 شهر فهذا الفترة الأجانب اللي كانوا في مراكش كلهم هربوا إلا بعض الفرنسيين مدركوش يهربوا فتخباوا في الدار ديال التهمي القلاوي هو طبعا تهمي ممكنش يفلدت الفرصة في حالة اللي جات حتى لعنده شد هذوك الفرنسيين ومشي أعطوهم للهيبة باش يتقرب ليه ويبيل لها لحسن نيتو ويشري التيقى ديالو ومن جهة أخرى تهمي كين كي يجمع الأخبار ديال الهيبة وكي وصلهم من قادة الاستعمار وصرب ليهم معلومات مهمة هي اللي أدت الهزيمة للهيبة وفي الوقت اللي كان فيه الجيش ديال الهيبة والجيش ديال استعمار الفرنسي كيتحاربوا مع بعطيتهم امشى تهمي القلاوي وانقذ هذوك الفرنسيين اللي اعطوهم للهيبة من قبل بهذا الشي كيكون تهمي عن وقادة الاستعمار باش يهزموا الهيبة وفي نفس الوقت حرر ذوك الرهائن ذاكش علاش عينوه الفرنسيين كباشا على مراكش مرة واحدة آخرة تهمي شاف أنه في كل مرة كيوقع شي مشكل أو كيتغير السلطة عن كيتم العزل ديالو من منصب الباشا فقرر يقول لي عنده نفوذ وصلطة وفلوس اللي تخليه كيملك قوة ما كتتسعزع ما كتأطر حتى بشي تغير وانطالق تهمي في التغيان والجباروت ديالو باش يوصل دكش اللي باغي بدعم الاستعمار الفرنسي اول حاجة درها تهمي هي سلمع جميع القياد والبشوات اللي كانوا ضده واشفر ليهم الارض ديالهم اللي عبارة عن الاف الهكتارات ومن جهة واحدة اخرى كين كيشفر حتى الفرنسيين اللي كلفوه بحملات عسكرية فكل مرة كين كيشفر ليهم مئات الالاف من الفرنسيين على اساس انها اموال من اجل تجهيز الجيش هذا التهمي التهمي كمحل من شهر طالع واكل نازل واكل بالاضافة لهذا الشي فرد درائب خاصة على اصحاب الحوانة والتجار والصناعية واي واحد كيقوم بشي نشاط في المنطقة اللي حاكمها قبل ما يزيد التغيان ديالو ويحتكر التجارة في هدى المنطقة ويولي اللي كيتباع وكيتشرى كل ديال التهمي وبالتمن اللي يبغى ولكن بالرغم من هاد التجارة الكبيرة وهاد الاراضي الكتيرة الا ان هاد شي مكانش كافي بهاد الواتيرة غاد يحتاج سنوات طويلة باش يوصدن الهدف ديالو فاشوف معايا الخطة اللي دار شوف معايا فاش فكار تامي فاد الفترة مات واحد من اغنياء مراك بش اسميتو بوب كرب البشير الغنجاوي اللي كان محمي من عند الانجليز وفنفس الوقت محمي من عند المخزن اشي اللي خلاه يكون تروى طائلة من ديور الدعاء وتجارة العابيد هذا التروى ورتتها كلها والارمالة ديالو اللي حط عينه عليها تهمي وزوج بيها وخا كانت كبيرة عليها في العمر بزاف الا ان التهمي كان الغارة ديالو هو فلوسها ماشي الزوج من ازل الزوج زوج بيها استولى على التورا ديالها وحبسها لمدة 15 سنة واستولى حتى على تجارة الغنجاوي اللي منها الدعارة ديور الدعارة اللي ولا وحكر علي التهمي مكينشي واحدة كتمارس الدعارة في مراكش او ولا شي دار ديال الدعارة في مراكش متابعاش للتهمي المزوال القلاوي وزاد كبر هاد التجارة لدرجة ان عدد ديور الدعارة في مراكش بوحدها وصلت 3000 دار و 27000 عاهرة يعني 10% من سكان مراكش ديالو كانوا كلهم فتيات كي يشتغلوا لصالح تهمي بالاضافة لديور اخرى خارج مراكش بزيهة الجنوب وديور خاصة بالفرنسيين من تمويل برلمان ديالهم وزاد توسعت واصدارة امبراطورية الجنس ديال تامي حتى وصلت الاسبانيا وفرنسا وفتح فيها العديد من ديور الدعارة اللي عرفت رواجه اقبال منقطع الناظر بسبب البنات الزوينات والصغيرات اللي كانت تامي كي يخطفهم من عائلتهم في المغرب وكي يرمي بيهم في ديور الدعارة خارج المغرب نفس البلان دارت تامي مع غني اخر من اغنياء مراكش اسميته عمر الجيار ولكن هذه المرة بخطة جديدة النهار ديال الجنازة ديال عمر الجيار التهمي يخلى الناس دياله يطلقوا انشاعة بين الناس اللي كانين في الجنازة الاشاعة اللي كتقول ان التهمي كي سلبزها ديال الفلوس والعمار الجيار ومن مور الجنازة غير بشي ايامات مشا تهمي واخدها جميع املاك عمر الجيار وبقى غادي التهمي على هاد المنوال حتى وصلت انه بعل اخوه المدني اللي يالله مت مشاو العبيد ديال التهمي وستويوا عليه جميع المجوهرات والاراضي والاموال اللي يخلى اخوه هذا الفلوس كلهم اللي كان يدخل تهمي شنو في نظره كان يدير بهم تهمي مكانش كي يخبعهم لا تهمي كان يشدك الفلوس ويستغلهم باش يتقرب ويشري الصداقات ديالكل شيء من مخزني على الموظف الصغير من الناس اللي ديرين بالسلطان من برلمانيين في البرلمان الفرنسي وحتى قادات الجيش الفرنسي اللي كان كي عمرهم بالهدايا اللي ما يمكن شطح لها البال خصوصا المجوهرات اللي كان كي يهديها لزوجة المسؤولين الفرنسيين في الحفلات والصهارات اللي كان كي ينضم في القصر دياله القصر اللي كان من اجمل القصر في العالم فيه اكتر من مية خدامة وطباخات وعبيد وحراس والحريم والشيخة والعاجاب المعجب هاد الحفلة ديالتامي ما كانش كي يحضر فيها الشخصيات العادية كان كي يحضر فيها اهم الشخصيات العالمية ديالوقت منهم فنانين حشار ليشق بلان منهم سياسيين محنويستون شارتشيل وحتى القنصل الالماني اللي كان كيتفاوض مع التامي قبل الحرب العالمية الاولى باش يسهل لهم تامي احتلال المغرب من طرف المانيا وصحافيين واعضاء الحكومة الاسبانية وغيرهم بزعب دير الشخصيات الشخصيات اللي كان كيستغلهم التامي باش ينهب الخيرات ديال البلد كيف مبغى ويأثر على أصحاب القرار ويخليهم يبدلون مقيم العامل اللي كيين في المغرب إلا ما كانش متافقة معه كيف موقع مع الليواء دوغان هاد العلاقات والشاركات جعلت من التامي في حالشي أخطوط مجالات الناشط ديالو متعددة وكتيرها حاط يدع لكل شي تصنيع السكر الصابون أتاي الزيت طحين الصيد البحري مناجم الفضة والنحاس ومن غير هاد الشي ولا هو رئيس لشركة المعادن الكيميائية بالإضافة للشركة الوحيدة اللي كانت كانت توزع كوكاكولا في المغرب هاي جينيك ترانس كامباني أوف كازابلانكا ورئيس حتى الشركة النقل الساتيام وحتى شركة أونى اللي داخلها دفا فول هولدينج الملكي ولكن داك الوقت كانت أونى شركة شبه حكومية والرئيس ديالها هو التامي والحسن تاني كان خدام فيها كموظف قبل ما يولي الحسن تاني هو الملك ويشريم أعظم الأسهم ديال هاد الشركة ودخل فيهم دينج الملكي كي بما كان عارفوها دابا وبالإضافة لهاد الشي يمتلك التامي أربعة ديال الجرائد بيها كي حرك الرأي العام في المغرب كيف ما بغى السلاطين العلوين كانوا معروف من أنهم كيموتوا كيمشيوا وما كيخاليوا شي خاليفة لهم ما كيعينوش خاليفة لهم ونفس الشي اللي دار السلطان يوسف منين مات الإيقامة العامة في المغرب استغلت هذا الوضع باش يعينو السلطان على هواهم شي حد من أبناء السلطان يوسف اللي يكونوا قادرين يتحكموا فهو كيف ما بغاو وقع لإختيار على محمد بن يوسف أصغر واحد فخوتو حيث كان صغير في السن وبعد كل البعد لأي عمل سياسي المهم بهليهم محمد بن يوسف هو الشخص المناسب اللي قدروا يخليواه دوم يلاعبوا بها كيف ما بغاو ما كانوش عارفين ان العود اللي تحقروا يعميك تهامي في هذا الوقت ما كانش عنده مشكل مع السلطان الجديد ما كانش معارض او ضد الحكم او القرارات ديال السلطان محمد بن يوسف ومن المواقف اللي كتبين هاد الشي هو الدعم ديال التهامي للسلطان في مطلب الاستقلال اللي جمع بعد لقاء انفا ودعم حتى الحركة الوطنية في مطلب الاستقلال في عام 1944 حيث كيف ما شفنا التهامي المزواري القلاوي ما كانش عنده وفاء الجهة معينة لا الخوه المدني ولا للسلطان الحسن الاول ولا للسلطان عبدالعزيز ولا للسلطان عبدالحفيظ ولا الفرنسا ولا حتى المحمد الخامس تهامي كان ديما كيقلب غير على مصلحته كيشوف شكل الشخص او للجهة اللي معها مصلحته وكيدعمه اما بالنسبة لمحمد الخامس فكان كي دعمو حيث ما حش بشي تهديد للسلطان دياله من جهة السلطان خصوصا مني نخلاح حاكم جهة الجنوب كيف ما بغى ولكن دوام الحل من المحل المشاكل غادي تبدأ والتهامي غادي يزيد يدغى محمد الخامس من بعد خطار طانجا في سنة 1947 فبدأ كي نحازل جهة الوطنيين وحزب الاستقلال وكي يبعد على اي واحد كيشوك انهم التعاون مع الاستعمار تهامي فبدأ كي يحيث ان السلطة والمركز دياله في خاطر بسبب هدو الوطنيين اللي ولو منتشرين في المغرب كامل منها المنطقة اللي حاكم هو ولو اقرب المقربين للسلطان لدرجة ان السلطان ولو كيمشي لفرنسا بلما يخد تهامي معاه اللي يزاد عقد الوضع ما بين التهامي والسلطان هو واحد المحامي شاب كان بابا هو القاضي دير مراكش هادي الشاب كان منفاته علي الحياة الاوروبية واوعوي الدير عرسا على الطريقة الاوروبية وغير عرفت اهامي ان هذا المحامي الشاب عضو في الحركة الوطنية قام باعفاء الاب بدياله من القضاء واذا تحتSaيد الشاب بالحبسي لفين مشاه دير هادي العرس على الطريقة الاوروبية ما هو السبب؟ السبب هو أن هذا العرس يدعو إلى الفتنة وزعزعت أخلاق المغاربة المسلمين يود ديال حاش التهامي على أساس ديور ديال الدعرة اللي كان دير هو هذا كان يدعو بهم إلى ترسيخ القيام الإسلامية في المجتمع المهم هذا المحامي مشاوش كأفعال تهامي للسلطان محمد الخامس السلطان اللي قال التهامي باللي ما عندكش الحق أو الصلاحية باش تعفي قادي مراكش من المهام دياله هذا الأمر اعتبره التهامي تفضيل وانحيا صريح لجهة الوطنيين هو اللي يزاد أكد مئة في المئة انحياز السلطان الممثلي حزب الاستقلال هو مجلس الشورى هو لجوءهم للقصر من بعد ما تم الطرد دياله من طرف المقيم العام جوان وفي 23 ديسمبر 1953 الموافق المناسبة للمولد النبوي الشريف المناسبة اللي كان القياد والبشوات والأعيان ديال مخزن كيمشوا فيها للقصر يقدموا الولاء والتهانيك في مجرات العدل السلطان من بين الحاضرين كان تهامي القلاوي اللي موالف كيدخول على السلطان هو اللوول ولكن هاد المرة تم إدخال أعضاء حزب الاستقلال قبل منه الشي اللي خلاه يحسب الحقرة خصوصا انه يطلب من السلطان يوقف الدعم دياله الأعضاء حزب الاستقلال والوطنيين وجاوبوا السلطان انه هدا ماشي الوقت دياله هدرا في السياسة الشي اللي خلاه تهامي ينفاجر فجه السلطان ويقول له انت ما بقيتش سلطان المغرب انت ما انت إلا ديال السلطان السلطان حزب الاستقلال الشيوعي الملحد هدا التطاول وعدم الاحترام من الشخص السلطان من طرف تهامي خلاه محمد الخامس يطرده ويغضب عليه وبدأت الحرب بيناتهم تهامي ولا كيهاجم السلطان وعائله كيحاول يقلب الرأي العام على السلطان انطلاقا من الصحف اللي كيملكها هاد الصحف بدأت كتنشر مواقف معادية لدراسة الفتيات وكيفا السلطان ديال المغرب بناتو كيخرجوا بلا حجاب وكيزاولوا انشيطها تبع القصر في حال تدشين افتتاح المدارس وكتنشر هاد الصحف مقالات كتقول ان السلطان ولت عنده افكار الشيوعيات بناها من عند حزب الاستقلال اللي كيروج الافكار ضد تعاليم الدينية والتقاليد المغربية ولكن النتائج ديال هاد شي ما كانتش كيف ما بغيت تلهامي جات بنتائج عكسية مو طعم المغاربة يكرهو ويتقلبو على السلطان وحزب الاستقلال خرجوا في مداهرات كي طالبوا فيها برحيل الاستعمار الفرنسي من المغرب من بعد هاد المداهرات دار التهامي والمقيم العام اللي يد في ليده باش يتخلصوا من السلطان محمد بن يوسف الى ما تبرعش من حزب الاستقلال ووقف الدعم دياله ليهم محمد الخامس بقام تشبط بالرأي دياله فاعطاه المقيم العام للمهلة ديال الشهرة باش يبدل الرأي دياله ثلاث المهلة في 25 فبراير 1951 ونضت هامي وربعتو حصر القصر ودخل واحد من قادة الاستعمار الفرنسي في المغرب وطلب من السلطان يوقع الوتيقة كيستنكر وكيتبرأ فيها من اعمال حزب الاستقلال ولكن محمد الخامس قال ان هاد الوتيقة ما عندها حتى شي قيمة حيث غادي تم التوقيع لها بالاكره وخا غادي نوقعها ما غادي تم الدلواله الدعم التأييدية للحزب الاستقلال غادي استمر من بعد ما فشلت هاد الخطة ديال التخلص من محمد الخامس ناضي تهامي جمع عنده في القصر البشوات والقياد ومضاوع لوحد العارضة كيتهم فيها السلطان بالسير نحو الهاوية والتعاون مع الاحزاب الشيوعية المتطرفة من مور هاد العارضة مباشرة خرج تهامي ببالغ كيقول فيه اما غادي تم نفي محمد الخامس واما فرنسا تجمع قشوشها وتخرج من المغرب ونزولا عند رغبة التهامي اللي كان اقوى من السلطان بالف مرة وكيشكل تهديد اكبر بمليون مرة على التهديد اللي كيشكله السلطان للاستعمار الفرنسي قامت الايقامة العامة بعزل السلطان واختاروا محمد بن عرفاء العلوي باش يشد بلاست السلطان من بعد نفي محمد الخامس وقعدك شي اللي ما كانش في الحسبان تم التصعيد ديال المقاومة ضد الفرنسيين في المغرب وكتروا الانتفاضات في جميع المناطق المغربية حتى شي حد ما كان كيتوقع ان نفي السلطان غد ينوت ثورة في المغرب كل شي كان كيتوقع الاستمرار ديال عدم المبالات من الشعب كيف موقع من ينتم العزل ديال السلطان عبدالعزيز اولا حتى السلطان عبدالحفيظ هاد المقاومة اللي خلت الاستعمار الفرنسي في المغرب يتكبت خسائر مادية وخسائر بشرية كبيرة الشي اللي خلاها متطر بيجد تفاوض مع شخصيات مغربية في مؤتمر اكس ليبان اللي تقام في فرنسا وليب موجة بعد المؤتمر تم عزل محمد بن عرفة من المنصب السلطان وتم التشكيل ديال حكومة وطنية مغربية تامي في هاد الوقت كنعرف ان مرض السلطان وصل مرحلته الاخيرة يعني نهايته قريبة ولكن بالرغم من هاد الشي فجأة بلا سابق انذار بدا حتى هو كيطالب رجوع السلطان العرشو في حالة ماشي هو اللي كان سبف النفي ديالو وزاد خرج التهامي بتصريح كيبا يعفوه السلطان محمد الخامس وربما باش يأكد على البيع ديالو في سبعان وفامبر الف وتسعمية وخمسة وخمسين صافر التهامي الفرنسا باش يتلاقى مع السلطان اللي يلاه رجع من المنفى ديالو في مدى اشقر مشى التهامي لعند السلطان باش يتلاقاه معاه في قصر هنري الرابع عشر وخلاوا التهامي كينتظر تمال ساعات طويلة قبل ما يسمحوا له يدخل عند السلطان واخيرا من بعد طول انتظار خلاوا التهامي يدخل عند السلطان وخلاوا هي ركع ركوع مهين قدام الرجلين ديال السلطان باش داك اللي هيبا ودك الجابارود ودك السلطان اللي عندها التهامي كلها تمشين وكانت هذي هي اخر مرة كيتلاقى فيها المحمد الخامس مع التهامي المزواري القلاوي حيث غير شهراء من بعد هذ الليقاء مات التهامي متأثر بسرطان المعدة ومنين خرجت واحد اللائحة فيها المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي كان من ضمن الاسماء اللي موجودين في هذه اللائحة هو التهامي وولاده وبناء على التعاون مع الاستعمار الفرنسي تم المصادرة ديالجميع الاملاك والاموال اللي كان كيملكهم التهامي وهادي كانت هي النهاية ديال التهامي المزواري القلاوي وكيف قد سؤال محير هو علاش بالرغم من ان التهامي كان عارف رأسه انه مريض بالسرطان ومتأكد انه نهايته قريبة فبقى غادي في الحرب ضد السلطان وعلاش في اخر لحظة تبدل كل شي وركع قدام الرجلين ديال السلطان وواش من اجل الحفاظ على الاموال دياله للورطة اللي جايين من بعده حيث كان عارف انه غادي تعتبر خائن وغادي تم المصادرة ديال الاموال دياله خليوا لي الارأة ديالكم في التعليق وحتى الان هناك انكونوا سألينا الفيديو وشكرا لكم على المشاهدة وتهدوا لي افراسكم اشتركوا في القناة